في الشكل طرقات خالية من أي ملامح انتخابية أو صور مرشحين تحاول استمالة الناخبين أما في زواريب هذه الطرقات فتحالفات سياسية شكلت لتخوض معركة إثبات الوجود لائحتان مكتملتان تتنافسان على مجلس بلدي مؤلف من ثمانية عشر عضوا الأولى شكلت بالتوافق بين حزب الوطنيين الأحرار والوزير السابق ناجي البستاني والثانية بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر التحالفات ركبت مع العونية على أساس تفقوا الحزبين القوات والتيار الوطني الحر يتحالفوا بالانتخابات البلدية أوتوماتيك ما وقت ركبت التحالفات معهم ركبت ركبت التحالف نحنا أنا وأستاذ دوري شمعون والوزير ناجي البستاني نحن أهم شيء تكون معركة ديمقراطية نحن المعركة الانتخابية نهار الأحد 15 شهر 16 شهر بنرجع كلنا مثل ما كلنا قبل الانتخابات النائب جورج عدوان وهو عراب طبخة التحالف رفض الخوضة في تفاصيل اللائحة قبل المؤتمر السحفي الذي سيعقده الخميس للإعلان عنها أما حليفه المستجد النائب ماري عون فأعلن أن رئاسة اللائحة ستكون للسفير السابق ملح ميتسو وهاللائحة فيها طبعا توازن كتير منيح بين الطيار والقوات والعائلات عائلات دير الأمر طبعا هاللائحة التي انطلقت بدأت تواجه لائحة يدعمها السيد دوري شمعون والوزير السابق ناجي البستاني يلي على كل حال هني كانوا أخصام لدودين يعني ما بعرف كيف قدروا لطقوا حول الأستاذ فادحنين هل كنتوا كمان أخصام لدودين؟ نحنا كنا أخصام لدودين لمين؟ للقوات نحنا مشينا بتفاهم على كل حال وهالتفاهم الترجم على الأرض على كل حال تحالفات انتخابية بمناطق عديدة في محلات ما صارش فيه طوافة على كل حال للحزب التقدمي الاشتراكي وجود في دير القمر أما موقعه من اللائحتين فعلى الشكل التالي الاشتراكية مشوا بالتحالف المسيحي العوني القواتي بعدها بتكتبع الاعتبار كمان على كل حال التأييد الجنبلات التأييد الحزب الاشتراكي اللي هو عم بيحظى فيه السيد حنين يعني أكيد بش نحن موقع في الحزب بيدير القمر ما أنه ما بيتدخل مع هذا أنا أكيد أمضا بتارك الأمر للناس تختار مثل ما بتشوفهم ناسي مثل ما بتقتنعهم أما المواطنون فأين هم من هذه الانتخابات وتحالفاتها لا يتوقع المرشحون حدوث أي مشاكل إثر المعركة الانتخابية إلا أن الخوف دائما يكمن من الطابور الخامس معركة سياسية حامية تشهدها انتخابات بلدية دير القمر فالاثنين المقبل سيتحدد الثقل السياسي لهذه المنطقة والذي على أساسه سيتقرر مصير العديد من الاستحقاقات ناهد يوسف بلديات 2016 تلفزيون مستقبل